ثابت كالصخر بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لإسرائيل بعد طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام وفصائل مقاومة نجحت في قلب الموازين وأثبتت أنها قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي عندما تحدثت إلى رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أخبرته أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب إسرائيل في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وأن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها ليس هناك أي مبرر للهجمات الإرهابية الموقف الأمريكي ليس بمفاجأ فهي الحليف الأكثر ثباتا وأهمية لإسرائيل وعلى مدى عقود أكدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن العلاقات مع إسرائيل شكلت في كثير من الأحيان الأساسة لسياستها في الشرق الأوسط ومن الواجب عليها أخلاقيا أن تدافع عن إسرائيل وهو ما ترجم على شكل مساعدات سياسية وعسكرية ومالية وسعت لإقامة أحد أكثر الجيوش تقدما في المنطقة أسطورة الجيش الذي لا يقهر اقتلعها الشباب الفلسطينيون وأنه حقبة الخوف وبدوا في مناطق مختلفة في الداخل والخارج أكثر قوة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ما حصل في السابع من أكتوبر هذا العام كفيل بإظهار تآكل إسرائيل على جميع الجبهات وهذا ما وثقته الصحف العالمية والأمريكية خاصة في مقالتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن الحجم والنطاق لوابل الصواريخ التي أطلقتها المقاومة في اتجاه إسرائيل لم يكن لهما مثيل مشيرة إلى أن إسرائيل تعرضت للإهانة والهزيمة أما مجلة نيوزويك الأمريكية فكشفت أن الصدمة في إسرائيل كبيرة قائلة إن من الواضح من الناحية التكتيكية أن إسرائيل لم يكن لديها خطة دفاعية كافية في المناطق الحدودية كذلك أشارت صحيفة بوليتيكو أن الفشل الاستخباري الأمريكي موضع تساؤل في الكونغرس الأمريكي بعد نجاح هجوم غزة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب قال إن ما حدث في إسرائيل هو نتيجة اعتقاد مفاده أن الأمريكيون ضعفاء وأن لديهم قائدا ضعيفا ترجمة نانسي قنقر